اشتركوا في القناة في الكثير من الأوساط وتسأل البعض حول مدى فعليتها وكيفية تطبيقها بشكل سليم كي نتفادى تأثير البقاء في المنازل على لياقتنا البدنية هذا مشاهدين ما نتحدث عنه مع ضيفنا مدرب اللياقة البدنية مصطفى محمد مصطفى أهلا بك معنا أهلا بك أهلا بك صباحك يسعد صباحك يعني بالعادة قبل ما ينتشي الفيروس كورونا كان الكثير يتبع اللي هي الرياضة البدنية أكيد طبعا وفيه أشخاص مش مقتنعين أنه هاي الرياضة فعلا بتعمل فايدة أو بتجيب نتيجة معينة هلأ بعد انتشار الفيروس أصبح الكل يتجه لإلها بسبب إغلاق الصلاة الجامع هل فعلا هذه الرياضة لها نتيجة معينة لها فايدة معينة يا وحبيل نقنع الأشخاص أيضا اللي هما بيقولك لا خلاص جيم بسكر فأنا مش هلعب الرياضة لا كيف فينا نقنع الأشخاص إنه لا مرسوا الرياضة بالبيت بس هي أولا يعني الموضوع أنا محترم جدا رأيي الناس اللي هما بيقولون ده مش منطقي وده مش افكتف أو ده مش مفيد بس ده بيكون راجع لتجارب سابق أو باريك سيبرينس ليهم مع الموضوع ده ده بيكون مثلا يعني أنا مثلا شايف دي نقطة الفتر اللي احنا فيها دلوقتي حاليا هو الويل الوحيدة أن احنا تمرن هو الأونلاين كوتشينج طبعا بما إن الدولة وكل دولة العالم معظمة أخذ يسل إجراءات احترازها بسبب فيروس كوفيد 19 فإنت مطلق وقفلوا الجامعات فأنت لو عاوز تمنتين أو تحافظ على اللياقة بدانية بتاعتك فلازم تتمرن والويل الوحيدة أنك تعمل كده أو يعني أحسن ويل للموضوع ده ده أنك تتمرن أونلاين كوتشينج مع كوتش أو مع وليفر مع مين بس الفكرة أنك تتمرن تحاول تمنتين موضوع ما يبطلش تمرين خالص علشان موضوع ما يقفش من النتائجة بس بس جيب نتيجة طبعا بيجيب نتيجة وإفكتف جدا والفكرة أنك إنت الموضوع ده لي بروسس هو الفكرة أن بين أونلاين كوتش جبارة عن حاجة من الاتنين معاك كوتش وكلينت الاتنين في بينهم زي كموتنة أو التزام عشان الموضوع ينجح لازم يكونوا الاتنين ملتزمين ومماشيين على بروسس معينة ساعتها الموضوع هينجح لكن غير كده الموضوع مش هيبقى دي الأشخاص اللي ما عندهم كوتشز يعني هم مقتنعين خلاص أنه يمدقون برياضة بالبيت شو هي تمارين اللي ممكن يقوموا بيها ما تأثر كمان على صحتهم لا وكل واحد فينا لازم يكون لي بروجرام كاستيمايز لي مخصص لي هو فتل الجول بتاعه ويكون من رأي برضو ففي حاجة الانديفيدوال ديفرنس بين الأشخاص فلازم كل واحد يكون لي بروجرام معين أو طريق التمرين معينة لأن مش كل بروجرام دي نفع لكل الناس لأنك فيه ناس عندها كيسز وعندها إيشوز مثلا لو حد عنده مشكلة في أني في رجبة في ظهره فده ما ينفعش يتمرن تمرين مثلا زي السكوت لازم يختار التمرين المناسب لي حتى لو مش مع كوتش ففي يعني حاجات كير قوي الناس كتير بتساعد فيديوز على يوتيوب وبروجرامز بتساعد في الكلام دوت بس إحنا نختار الحاجة المناسبة لنا مش الحاجة اللي تضرين كيف الشخصي ممكن يعرف أنه هذا الشي مناسب للي هذا التمرين مناسب للي شو هي المعايير اللي يتباعها يعني إحنا بنخاطب المشاهد هلأ كمشاهد لسه ما عنده كوتش كيف فينا نحنا نحطه على الطريق زي ما بنقول نحطه على الطريق بأنه هو يتبع الطرق اللي يتمرن التمرين بسيطة التمرين اللي مش صعب أدفنساً جداً عليه، يختار التمرين مناسبة للليفل بتاعه اللي هي بتحرك الدورة الدموية؟ بتحرك الدورة الدموية، إز旧 مثلاً التمرين الكارديو في البيت، الجوم بنج جاكس اللي ما عاملش مسلاً بدلاً ما أعمل ب ambition بطريقة اللي هي الطبيعية أو تمرين الضغط بطريقة طبيعة الكاملة خالص، لا أبدأ الأول أعمل نيل بquerب بحس أن أنا أعمل البروجرس للتمرين بتاع إن أنا خلي التمرين ب Lupita بالطريقة الصعبة جدا، لا أبدأ ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3 على حسب الطريقة المناسبة لي طيب مصطفى هل الرياضة أونلاين مفيدة لكل المراحل العمرية يعني مثلا الأطفال والشباب وكبار السن ولا لا فئة معينة لا أكيد طبعا الرياضة في كل حالتها مفيدة لكل الفئات بس يا الفكرة أنه إحنا إزاي بنمارس الحاجة للرياضة هل نحن نمارسها بطريقة صحة أو بطريقة إفكتفلية ومناسبة لي ولا لأ فالرياضة سواء كانت أونلاين أو في البيت أو في أي حتة في أي مكان فهي مفيدة لكل الأشخاص المطني أكيد طبعا يعني لو هنتكلم طيب عن التطبيقات اللي هي مستخدمة حاليا في الرياضة أونلاين أنت مين شو التطبيقات اللي بتنصح بيها؟ أنا معظم التطبيقات كلها كويسة جدا مثلا زي 6 back in 30 days ده برنامج كويس جدا بس هالفكرة أن الشخص يعرف يختار الإكسرسايز المناسب لي برضو من البرنامج هارجع أقولك أن البرجرامز بتبقاش عارفة الكز اللي عند الناس البرجرام ببقاش عارف إذا كنت أنت هل أنت عندك كيس معينة ولا لا مش عارف أنت مثلا لما أقولك ألعب حد عنده مثلا فلاتفوت فالبرجرام مثلا في يوم الليك دي عنده سكوات فهو ما يعرفش أنه عنده كيس الفلاتفوت أيوه فلو عمل سكوات هيزود المشكلة فالفكرة كلها أننا سواء في بروجرامز أو أونلاين أو بروجرامز على موبايل أبليكيشن أو أي حاجة أننا نختار الحاجة المناسبة لنا اللي هي تدينا نتيجة ما تديناش ضرر طيب مصطفى يعني أنا خليني ماشي معك برضو يعني خطوة خطوة بخصوص الأشخاص اللي ما عندهم كوتشز بسا كيف فيهم أن هما يختاروا الوقت المناسب لأداء الرياضة أونلاين كيف فيهم يعرفوا أنه يعني هما بيختاروا طبعا أنا أبدأ حلق ولا أبدأ بعدين ولا لازم أستنى الكوتشز ما هو برضو عادة في البيت بتخليه الواحد يتحلق لا طوعا ما فيش حاجة اسمها هي أبقى دلوقتي أبقى في الوقت المناسب ليك أنت كده كده التمرين عباره عن ثلاث حاجات أول حاجة الورموب بعد كده الوركاوت بعد كده الكول داون بس أنت الفكرة أنك أنت بتعمل وورموب بطريقة معينة بتأهل جسمك اللي هو هيعمله بكا تعمل التمرين بتاعك اللي هو الوركاوت بلاين بتاعتك اللي أنت ماشي عليها بكا بتعمل الكول داون ستريتشنج بها عشان تخلي جسمك يهدى ويرجع تاني لطبيعة المودي العادي الطبيعي بتاعه بس الفكرة كده وقت التمرين عمتا بيكون من ثلاثين لاربعين دقيقة دا وناسب جدا جدا أكتر من كده مش يبقى مناسبة ويبقى مور إفرت بزيادة ورست بتوين ستسة يبقى حسب الفتنس لفل بتاعك سواء أنت أدفانس دا بقى تفيرت السكندلا وإنت لسه بجنر يبقى من دقيقة لديقة ونص على حسب التمرين أو الوركاوت حسب التمرين طب والأشخاص اللي دايما بيكون عندهم قلق من هما يعملوا حركة غلط كيف فينا إن إحنا ننصحهم أو نعطيهم زي ستبس لحتى يمشوا عليها هو دي فعلا من ضمن الحاجات اللي بتقلق الناس كلها اللي هو أن أنا ممكن أعمل التمرين غلط بدل ما يديني نتيجة أفكتف على فكرة التفكير دا ممكن يخليه ما يمشي الرياضة خالص بالضبط بالضبط ما هاي الفكرة اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان نحن نفضل الموضوع دا بأنه حد ما تواصل مع الناس عن طريق السوشال ميديا عمتا عن طريق اليوتيوب عن طريق الانستجرام عن طريق حتى الواتساب لواقلينت برايفت معك بتتواصل معي إنك إنت عندك مشكلة في التمرين دا وتتعمله بطريقة معينة والله يبعط له لينك على يوتيوب أو ببعط له فيديو على الانستجرام أو على واتساب أي أن كانت الطريقة بشرح له فيها بالضبط التمرين يعمله إزاي هو ببعط لي فيديو بالتالي وهابتمرن وأنا أقول له زكاة الطريقة لأ أو في مشكلة ممكن أعدلله عليها وإحنا موجودين لأي حد محتاج أي حاجة نسعد في أي وقت يعني والله فيك الخير بس رح تتحكم معك مصطفى طب مصطفى شو هي مثلا النصائح اللي فيك تقدمها للأشخاص خاصة كمان إنه هل عادة بالبيت بتخليه كمان يأكل أكتر بس كلمنا عن الأكل كيف ممكن يتوازن مع التمرين الرياضية وشو هي النصائح اللي بتقدمها بشكل عام هو عملا بالنسبة للأكل والتمرين فالفترة دي فعليا هي أحسن فترة تعمل فيها دايت بلان معقول؟ طبعا في أشخاص بيقولوا لا الفترة هاي أسوأ فترة لأنه يعني حتى لو عملت تمرين أنت رح تاكل أكتر أو ضعف ما أنت بتاكل بالطبيعة لا بالعكس الفترة دي أنا قاعد في البيت ممكن أقدر أعمل أكل نفسي أقدر أختار الأكل اللي أنا أعايزه مش مجبر أن أكل من الشارع فبالعكس دي فترة مفيدة جدا إن أنا أقدر أعمل فيها دايت بلان مزبوطة ومحسوبة كمان بالكالوري وأعملها بإيدي فده في حد ذات ورحها نفسية طيب وشو هي النصائح اللي بتقدمها كأكل؟ النصائح اللي أقدمها يا جماعة بص هو الالتزام كأكل وشو هو الشغلات اللي لازم يتصنفها الأكل كمان يهتموا بها كتمرين أطبعا أول حاجة إحنا لازم نبعد عن السكر يعني تماما الفترة دي بس يا مصطفى قعدة البيت بتأكد سكر يا مصطفى طب ما هو بقى لو عندنا جول وعندنا تارجيت فلازم نسعيله يعني طيب تماما نبعد عن السكر عن الاجلوتين نبعد عن الدهون الغير صحية نحاول إن إحنا نمينتين أكتر البروتينز نحاول إن إحنا نمينتين أكتر الكربوهايدريتز بالزبط فدي الحاجات اللي ننصح بيها النسبة بالنسبة للضايت عمتا إنه لوقتي الرهان على المناعة لوقتي الفيروس أو الكوفيد نينتين ما لقوش اللي هو عامل المشكلة دي كلها ما لقوش أي علاج أو لي أي حاجة فالهو الرهان دوقتي على مناعة الناس فالحاجات دي هتعلي مناعتنا نحاول نزوج في الفيتامينز الزينك الفيتامين سي الكالسيوم كل الفيتامينز نتمد بها جدا وإن شاء الله يعني ربنا يعدي الأزمة دي على خير ونرجع أحسن تاني سؤالي كتير كتير بيهمني هل الامتناع عن الأكل يعني يعتبر وسيلة لنقصان الوزن حتى وإنت عاد بالبيت لا طبعا ما لقوش حاجة أسمعي اللي يمتناع عن الأكل هو الأكل بيتخش بيتحسب بالجسمين على حسب المعدل للنشاط اليومي بتاعنا أنا ما ينفعش عامل لأكون بعمل دي لأكتيفتي مثلا 2,000 كالوريز ومثلا وأنا قويكل وما كولش أنا جسمي محتاج علشان يعيش ألفين كالوري فازي أصلا ما دخلوش الألفين كالوري دمع لوقت بيفقد الجسم حاجات كتير جدا بيفقدوا مناعتوا بيفقدوا المعادن الفيتمينز بيخلي بيأثر بالسلبة على الصحة مش بالإجاب خالص طب أنت ككوتش ما فكرت تعمل تطبيق أونلاين لحتى يستفيدوا منك الأشخاص أو يكون فيه تواصل بشكل مباشر والله والحقيقة الموضوع يعني لسه في الدراسة بيني أنا ومن كذا كوتش تاني علشان مشان نبقى لوحدة معكاب أكتر من حد إن شاء الله يعني الفكرة مطروحة مطروحة إن شاء الله أكيد طبعا نتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى كنت معنا ضيف عزيز بيوم جديد وشكرا كتير كتير لو جبتك معنا شكرا شكرا